نساء الخير على حضراتكم أهلا بكم معنا يوم جديد ومتابعة جديدة الأهم الأخبار في الحياة اليوم بداية أخبارنا مع حضراتكم من قضية وملف صحيح تكلمنا في كتير قوي وبقالنا أكتر من عشر سنين بنتكلم في هذا الموضوع أكيد حضراتكم عارفين بكلم عن قضية سد النهضة الملف اللي مصر مرارا وتكرارا وضحت موقفها ووجهة النظر الخاصة بها في التعامل مع هذا الملف وهذه الأزمة إنه لا ضرر ولا ضرر إن إحنا مش ضد التنمية في أسيوبيا لكن قضية مية النيل هي قضية وجودية قضية حياة أو موت بالنسبة للشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المحافر الدولية شرح طبعا الأمر أمام المجتمع الدولي إزاي مصر مرت بمراحل متعددة وسنوات طويلة من التفاوض علشان نوصل لتوافق ونوصل لتفاهم لكن بتأكيد زي ما بنتكلم وزي ما بنتابع إن كل البدائل وكل السيناريوهات مفتوحة لاتعامل مع هذه القضية المصرية وحفظ حق الشعب المصري في الحياة تطور مهم حصل النهاردة في هذا الملف وخلينا نشوف يعني تدعياته أو هيحصل إيه أو لأي مدى هيحرك الأمور أو إن إسيوبيا فعلا هترضخ أو إنه هتراجع موقفها إنه سياسة الإرادة المنفردة وطبعا القرارات اللي يعني تبقى بمثابة الأمر الواقع الكلام ده طبعا مرفوض جملة وتفصيلا من قبل الدولة المصرية الخبر بقى بيقول لحضراتكم إيه إنه الرئيس جمهورية جنوب إفريقيا بوصفه كمان رئيس الاتحاد الإفريقي أعلن إنه بعد مشاورات مكسفة مع رؤساء الدول الأطراف في مفاوضات سد النهضة يعني مصر والسودان وإسيوبيا تقرر استئناف المفاوضات السلسية بخصوص السد بكرة إن شاء الله يوم الثلاث بعد طبعا توقف لمدة طويلة يمكن أكتر من سبع أسابيع رئيس جنوب إفريقيا قال إن استئناف المفاوضات السلسية حوالين سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ده دليل على الإرادة السياسية القوية والالتزام من قبل قيادة الأطراف الثلاثة المشاركة في المفاوضات علشان نوصل لحل سلمي وودي لسد النهضة وقال كمان إنه عشان يتم إعادة لتأكيد للثقة الموجودة عند الأطراف في عملية المفاوضات بقيادة إفريقية وإن ده بيتماشى مع مبدأ الإفريقي بالنسبة للحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية وده أحد ركائز الاتحاد الإفريقي ده الكلام أو البيان اللي خرج من رئيس جنوب إفريقيا رئيس الاتحاد الإفريقي بخصوص الأزمة وبخصوص عودة واستئناف المفاوضات مرتين عندنا في مصر تصريح من دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أعلن إن مصر هتشارك في الاجتماع اللي دعت لي جنوب إفريقيا الاجتماع هيكون لوزراء الخارجية ووزراء المية في مصر والسودان وإسيوبيا وإن الهدف نحن نعيد إطلاق المفاوضات الخاصة بالسد بعدما توقفت لفترة امتدت من نهاية شهر أغسطس اللي فات وزير راي برضو من ناحية وأكد على إن مصر مستعدة للتفاوت بجدية يقول الحقيقة احنا في كل مرة بيقول احنا مستعدين للتفاوت ومستعدين أن احنا نوصل لحلول لكن طبعا في إطار ملزم وإطار قانوني ملزم للجانب الإسيوبي وإن احنا عايزين ننجح هذه المحادثات علشان نتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول التلاتة وزير راي كمان أعرب عن تأديره للجهد اللي بتبزله دولة جنوب إفريقيا في رعاية هذه المفاوضات والاهتمام اللي طبعا بتولي لهذا الملف الحيوي اللي بيمس مصالح الدول التلاتة ومقدرات شعوبها